دخلت روسيا الحرب السورية قبل شهرين على أساس القيام بدربات جوية وعدم الانزلاق بحرب برية الغارات الروسية لم تغير معادلات الحرب بسبب عدم قدرة قوات النظام على التقدم بالتزامن مع ضربات السخي 24 فقدان قوات النظام قدرة التقدم على الأرض دفع موسكو إلى توسيع حضورها في عدد من المناطق وتحديدا في المطارات الحربية الداخلية قرب حمص وحماء مطار الشعيرات العسكري الواقع بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حمص بدأت القوات الروسية توسيعه وتحصينه بغية استخدامه لإقلاع طائراتها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك مطار التيفور العسكري الواقع في ريف حمص الشرقي هو أيضا أصبح قاعدة لانطلاق المروحيات الروسية القوات الروسية كانت بدأت عملها انطلاقا من مطارح ميميم العسكري قرب جبلة في ريف اللاذقية الانتشار الروسي يحتاج إلى قوات للحماية وإدارة المطارات وهو ما لا يمكن لقوات النظام القيام به بسبب ضعفها حماية المطارات والطرق المؤدية إليها استدعت من موسكو إدخال آلوية عسكرية لتأمينها من الهجمات ما يعني انغماسا في حرب طويلة الاشتباك الدولي والإقليمي في الحرب السورية سيدفع موسكو إلى توسيع حضورها البري أو البحث بشكل جاد في التسوية بدلا من الانغماس في حروب مكلفة عسكريا واقتصاديا على غرار حرب أفغانستان التي خسرتها موسكو عمر حرقوس العربية